فليس معنى كلامنا هذا أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يستعمل هذه القدرة في زمان أبي بكر أو عمر أو عثمان استعملها كراراً استعملها لكن لم يستعملها في القضاء عليهم لأن الله لم يأذن ذلك استعملها في موارد أخرى كان فيها صلاح المسلمين منها مثلاً هذه الحادثة التي لا يعلم عنها الناس تقريباً معظمهم واللطيف أن الذي يروي هذه الحادثة من من التي تروي هذه الحادثة فاطمة الزهراء صلوات الله عليه هذا حديث فاطمي سأتلوه عليكم سلوا أنفسكم هل سمعتموه من قبل تعرفون هذا حديث فاطمة الزهراء عليها السلام اسمعوا هذا الحديث رواه الشيخ الصدوق علي الرحمة في كتابه علل الشرائع في المجلد الثاني الصفحة 277 عن هارون بن خارجة عن فاطمة عليها السلام قالت أصاب الناس زلزلة على عهد أبي بكر ففزع الناس إلى أبي بكر وعمر الناس تروح لمن للي سمى نفسه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا وزيره يعني ذول المقدمين المفروض تعالوا أنقذونا زلزلة عظيمة ضعف الطالب والمطلوب تقول عليها السلام أصاب الناس زلزلة على عهد أبي بكر ففزع الناس إلى أبي بكر وعمر فوجدوهما قد خرجا فزعين هم نفسهم متورطين في حالة فزع وين نحن؟ شين نقدر نسوي خرجا فزعيني إلى من؟ إلى أبي الحسن إلى أبي الحسن روحي في له الله هنا شوفوا في هذه المواقف تظهر العظمة في هذه المواقف لما يصير ابتلاء يفزعون إلى من؟ إلى الخليفة الشرعي إلى إمام الحق هنا يظهر إمام الحق من هو؟ عمرك شفت علي بن أبي طالب فزع إلى أبي بكر وعمر ما موجود خلي واحد خلي طلع لنا دليل خلي واحد يأتي لنا يوم من الأيام علي بن أبي طالب فزع حتى ولو بمسألة فقية مثلا ما عرف حكومة فقال جاء إلى عمر وعمر علمه المسألة أو أبو بكر وثم قال لو لا أبو بكر لها لك علي والعياذ بالله ما موجود دائما علي يؤتى لا يأتي هم الذين يفزعون إليه يرجعون إليه ويقولون لو لا علي لها لك أبو بكر لو لا علي لها لك عمر لو لا علي لها لك عثمان الله يغرب لكم إما دام الأمر هكذا لما لم تسلموا الأمر إليه ما دمتم تقرون هو الذي أنجاكم من المعضلات من الهلكات حب الدنيا سلطان كحال كفار قريش كانوا يعلمون أن محمدا صادق صلى الله عليه وآله قالها أبو جهل قبيل معركة بدر ذات مرة قلتها في هذه الجلسات قبل يمكن أربع خمس أسابيع ذكرتها إما في هذه الجلسات أو على المنور أنه قيل لأبي جهل قبل نشوب المعركة في بدر قيل له واحد سأله قال أنا الآن بيني وبينك محمد هذا صادق أم لا نبي من الله أم لا قال والله إني لا أعلم أن محمدا صادق ولكن إذا أخذت بن عبد مناف وبن هاشم أخذوا كل ذلك أخذوا السقايا والحجاب وكذا أخذوا كل هذه المكارم وفوقها يأخذون النبوة ماذا يبقى لنا بعد هالمرة ما نتحمل إحنا ما نتحمل بعد فوقها من نبوة هم يأخذون إذن قضية التنافس دنيوي فلا يسلمون بالحق هؤلاء نفس الشيء هذا منطق عمر بن الخطاب هذا اللعين ماذا قال لما بعض الناس بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله هذا التاريخ المسكوت عنه لابد أن يظهر الأمة يجب أن تستمع لهذه الحقائق جاءوا لي أنكروا عليه قالوا لو لماذا أبرمت الأمر لصاحبك أبي بكر وتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من كنت مولى فعلي مولى وقال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لا تتقدموهم فتهلكوا كذا الحق في علي وأهل البيت لماذا لم تسلموهم فقال كلاما له من جملته قال إن الأمر يحدث بعده الأمر وإن الله لا يرتضي أن يجمع النبوة والخلافة في بيت واحد فماذا يبقى لبطون قريش نفس المنطق يعني القضية الجاهلية قبلية لازم نوزع السلطة فيما بين قبول بطون قريش وتتداول التداول السلمي للسلطة لازم يصير هالشكل ما يصير يكون ببيت واحد بن وهاشم وآل محمد هم يملكون النبوة هم يملكون الخلافة لا كافي عليكم أنتوا أخذتوا النبوة الخلافة بعدها مالتنا كافي عليكم النبوة هذا المنطق الجاهلي الذي أعاد إحياءه عمر من جديد وابتلنا به إلى يومنا هذا ندفع ثمنه تقول الزاراء عليه السلام أصاب الناس زلزلة على عهد أبي بكر ففزع الناس إلى أبي بكر وعمر فوجدوهما قد خرجا فزعين إلى علي عليه السلام فتبعهما الناس إلى أن انتهوا إلى باب علي عليه السلام فخرج إليهم علي عليه السلام غير مكترث لما هم فيه الكل يرجف فزعا من هذه الزلزلة من هذه الزلزلة وعلي عليه السلام ثابت غير مكترث لا مبالي فمضى واتبعه الناس حتى انتهى إلى تلعة فقعد عليها وقعدوا حوله وهم ينظرون إلى حيطان المدينة ترتج جائية وذاهبة فقال لهم علي عليه السلام كأنكم قد هالكم ما ترون قالوا وَكَيْفَ لَا يَهُولُنَا وَلَمْ نَرَ مِثْلَهَا قَطْ قالت فَحَرَّ كَشَفَتَيْهِ الاسم الأعظم ثم ضرب الأرض بيده ثم قال ما لكي اسكني فسكنت فعجبوا من ذلك أكثر من تعجبهم أولا حيث خرج إليهم كانوا متعجبين أنه شلون عليهم لا مبالي غير مكترث لما رأوا هذا الموقف منه هذه المعجزة منه أنه ضرب بيده إلى الأرض بعدما حرك شفتيه وقال لها ما لكي اسكني أمر ولاية كوينية فسكنت فورا وانتهت الزلزلة تعجبوا أكثر من الأول قال لهم فإنكم قد عجبتم من صنعي أو من صنعتي قالوا نعم قال أنا الرجل الذي قال الله إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها فأنا الإنسان الذي يقول لها ما لكي يومئذ تحدث أخبارها إياه يتحدث سألنا الأخ السائل متى استعمل الأئمة عليهم السلام ولايتهم التكوينية هاك أحدا